دعت المغنيات الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرة الحكومة إلى زيادة الإنفاق على التعليم وقالت إن الدعم للتعليم لا ينبغي أن يأتي فقط من المشاهير وذلك في إطار حملة خيرية بدأتها من قريتها بارانكويلا طالما هناك بنات وأولاد لديهم موارد محدودة لنيل التعليم المناسب لا نستطيع الحديث عن بلد يعمه السلام ولا يمكن الحديث عن المساواة بدون التعليم شاكيرة ثمنت دور المشاهير والمنظمات الإنسانية في دعم التعليم لكن الدور الرئيسي يجب أن يكون للدولة وتطمح أن تنجح مؤسستها في توفير مدارس ومؤسسات تعليمية في مناطق عدة في كولومبيا المدرسة ستغير حياة الطلاب والطالبات للأفضل وكذلك حياة عائلاتهم ومجتمعاتهم ونود أن نساعد الأطفال جميعا وهذا لا يتأتى إلا بدور مؤسسي شاكيرة أسست جمعياتها الخيرية عام 1997 عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها وتمكنت من بناء أربع مدارس في مناطق متفرقة بتجهيزات هي الأحدث وبتكلفة تجاوزت العشرة ملايين دولار طلعت موسى العربية